انه فيه اهتمام لا يتجزأ ولا يقبل اي تأويل بانه البلد تقف على رجليها بكل الاشكال الممكنة وانها هتعدي ازمتها الاقتصادية ايا كان المجهود اللي هيبزل في النهاية خالص احنا بنعقى او بالاضق الرئيس تحديدا بيعمل كل ده ليه علشان مصلحة المواطن مصلحة هذا البلد طول الوقت تفكير مستمر ازاي نقدر نعدي ازمة اقتصادية تقريبا هي اصعب الازمات اللي مرت في العالم كله مش علينا الوحدنا انا بقولك ايوه مش علينا الوحدنا على العالم كله تقريبا من وقت ازمة 1929 يعني انت بتتكلم في اقل قليلا اقل بسبع سبع تلاتة وتسعين سنة العالم مشافش ازمة اقتصادية بهذه الضخمة بهذه الفداحة بهذه التأثيرات ليه لانه بمنتهى البساطة بدأت هذه الازمة بسبب الكورونا واللوكداون الاغلاق التام في العالم المصانع الكبرى في العالم كلها وقفت انتاج الاخ الاخ زي ما انت اكيد عارف ثم على طول عقب الكورونا ومحاولات الاقتصاد العالمي للتعافي فتحصل الحرب الروسية الاوكرانية فتؤدي الى المزيد من التراجع في الاقتصاد وده للأسف الشديد جرى على العالم كله